هذا يعني قمة العباد وقمة لإدراك الواقع للمغاربة وهذا هو أنك تدخل واحد للقطع ومن البداية قبل هذا النظام الأساسي من البداية تدخل إجراءات لا جدوى منها ولا شعبية وأنا متأكد يمكن ستتراجع عليها مغطقت أول إجراء لا شعبي وخطير ذات الحكومة ومحطم الأمال مجانيا هو تسقف في 30 سنة المباراية للتوظيف التعليم شنو الهدف من هذا الإجراء؟ علما أن معدل سن توظيف التعليم هو 27 سنة كما قال لنا لوزيف إذن لك المعدل هو 27، علش تسقفه في 30 وعف جميع حالة الناس اللي عندهم فوق 30 قلال اللي يدخلوا ولكن كتخلق واحد الإحباط نفسي وكتخلق واحد الإجراء اللي برصد ما النسي يتبعوا الإصلاح كيولي وحاضين هذك الإجراء وغيكونوا على حق النقطة الثانية هي هاد الوزارة للأسعاف كيقودها الشخصية اللي كنا كان ممكن كان نرجعوا فيها الخير في المجال بين فشل كبير في التواصل والمدة سنتين والناس كانت سنة واحد نظام أساسي وكان حيوها مع النقابات وبلاست ما نقوي هات الشريك اللي هو النقابات ونعطيه الإمكانية للتشتغال ونفاوض معاه على الأمور بقيت كانت تفاوض معاه لمدة سنة ومبعد يتخفت واحد النظام أساسي ما عفت من نينجا وفاش وقعت الأزمة كما وقعت ما كانتش عند الحكومة القدرة على التفاعل بسرعة لأن هات الشي اللي دا بكدر الحكومة احنا في الاتحاد الاشتراكي الكاتب الأول الاتحاد الاشتراكي يلا بدأت الأزمة قال لي هالي هم في برنامج تلفازي أنا داك قال لي هم بأنه أول عمل يخص هذا دا هي الجميد أو السحب أو نسموه كيما برينة ديال هاد النظام الأساسي ونقصوا في طاولات المفاوضات مع النقابات ونقشوا نقطة بنقطة فانتظار يخرج نظام أساسي اللي غيكون مقنع ومتوافق عليه هاد هاد الأمر قدر الحكومة شهرين شهرين اللي سبعات المليون أو ثمانية المليون للأطفال المغاربة ممشوش فيها المدرسة شهرين اللي كتاب من تلتمية تلفت الأساتي دا ما كيقررواش والحكومة وكأن الأمر لا يعنيها يعني تباك الله عندهم واحد الهدوء ولا عايشين في عالمين آخر ما وعينش بأن الأمر كي يعني المغاربة كاملين للي في التعليم الخاص للي في التعليم العمومي كلنا معليين حتى إلا كنت في التعليم الخاص للي عندك أخوك ولا نسيبك ولا هدا عنده أولادو في التعليم العمومي كلنا معليين بشكل أو بشكل آخر ونزيدك الحكومة ما وعدش بأنه تقدم نقول كيم كل الوليدات اللي عندهم الباك هذا العام واللي ما قراروش دا ما تلت شهور هم نفسهم اللي قلسوا في كورونا لمدة شهور راه هادون راه كنخلقوا واحد الجيل اللي أصلا كان كن يعاني لأسف من واحد شوية يلطف نتيجة كورونا نتيجة هذا كدجي اليوم كتفرض عليه هادشي احنا كنعتبر في الفريق الاشتراكي بأن الحكومة أخطأت في هذا الأمر الخطأ الثاني هو طيب تم الوعي الجميد سنقلسه في طاولة المفاوضات ما كيفيش خصك تخافش والتواصل كحكومة مسؤولة على قاعد الخطوات اللي بغيت يدير هادو وصلون عدام التقابين همو بالفاعلين لدرجة أنه كتقول للناس سنعطيهم 1500 دام في الشهر وانا كيبلي بأنه بالفعل صعيب الحكومة المغربية تعتكتها من هاد الحد الأدنى الزيادة لأنه يمكن وفقها ما سمعنا كيين حتى بالنسبة لبعض الأوضاع يمكن شوية أكتر ولهذا وخلق الساتذة بطبيعة الحال المعلمين يستاهلوا أكتر ولكن احنا كسياسيين وكفاعلين والناس كاملين يعرفوا بأننا نكونوا موضوعيين كذلك في طلباتنا ولكن أهمة يعطيهم هاد المبلغ نشوف أن الطرف الآخر يرفضوا هذا صعيب تكون جايب واحد العرض اللي مهم ومغري وبقوة ما تفقدت الثيقة طرف الآخر لا يعني له عرض كشيئا يعني كي يعتبرك مصدر ثيقا كي يعتبرك شيء موهرم ورع ورع وهذه كي يبين بأن كما قلنا فقدان الثيقة في الحكومة هو يخصها تعمل على استعادة هذه الثيقة فمن جهة آخر فهذا الملف ديال التعليم قلنا شهرين مدى بوالوا بدأوا متأخرين ولكن قدروا نقولوا بأن أنا وأنا كنت تبع شخصيا اليوم يقال أن نحترك الشرط الثلاثين سنة في توضيف سيتم التراجع عنه أن مجموعة المشاكل اللي كانت متعلقة بالسلالين في خلية الإصلاح ديالها كما اهدرنا كي نزيادة اللي على أي معقولة ويمكن بطبيعة الحال لا شيء يمنع أن دابا واحد المدى يعودوا وعودان يكونوا مطالب ديال الزيادة في الأجور خاصة مع التدخم ومع أوضاع اللي كان عيشوه هذا أمام الشرع وإحنا كاتحاديين وكقراب النقابات وكناس اللي عندهم شوية هذا الحس ديال نضاله وديال الترافع كان عتبر بأن الإضراب الإضراب كيكون من أجل الجلوس اللي متطاولة التفاوض وفاش كنقرسوا في التفاوض أولا فاش كيكون من يمتلون جالسا في التفاوض وانتسنوا نتيجة هذا الإضراب للمعنيين أن يقرروا في الأشكال النضالية الإضراب فاش كيف يفوت ثلاث أيام أو أبع أيام ما يبقاش بالنسبة ما يفقد حتى الجدوى دياله لأن هذه الناس في نهاية المعطف نحن كنا مغاربة نحن لم يحاربين ضد بعضنا البعض أنا لم أظن بأن التنسيقيات أو الأساتي دولة هناك حرب ضد الحكومة وبالخصوص أنا متأكد بأن هناك حرب ضدوا وليداتهم وليدات المغاربة اللي يكتبوهم ويعزوهم ذلك شيء باش إحنا قناعتنا في الاتحاد الشراكي بأن هل الأول اليوم باش تكون واحد رجوع الصفوف ديال الدراسة بشكل عادي هذا شيء لا يوقف أي مطلب أو أي احتجاج ويمكن حتى المطالب ديال هذه التنسيقيات وهذا اليوم ما تصلت على هذا الطوء ما يكفي لأن الهدف الإضراب هو ما تصلت على هذا الأوضاع اليوم كان ما يكفي من الطوء على هذا المطالب كان ما يكفي من المتابعة يعني قناعتنا يمكن العودة اليوم من أجل إنقاذ هذوك التلاميذ وهذوك الأطفال وأنا متأكد بأن أمل أن الحكومة تجيب عروض مقنعة على هذا الناس وبأن يكون فيها الكفاية ويحتاج إلى بقات أشياء أخرى كم أشكال النضالية خارج الإضراب أو يمكن تدبير إضرابات بأشكال لا تؤدي ولداتنا في نهاية المطال كاملين ولدات الأساتيدة ولدتنا وولدتنا ولدتنا مغابة كاملين قبل ما تخرجوا لا تنساوش تابوناو في العشين في براير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعية